نهج مبكر للتدخل السلوكي الشامل للأطفال الذين يعانون التوحد قبل ظهور الأعراض عليهم والنهج المسمى بنموذج دينفر للبداية المبكرة هو طريقة تحسن بشكل ملحوظ المهارات اللغوية والاجتماعية للأطفال كما تساعد في رفع معدل الذكاء لديهم وفكرة هذا الإسلوب التي تطورت منذ ثمانينيات القرن الماضي تقوم على التظاهر باللعب كالتصفق باليد أمام أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة ورصد لدود أفعالهم في مرحلة مبكرة جدا للكشف عن المرض هذه تقنية محددة وخاصة مصمنة للأطفال الذين لديهم أعراض أولية لطيف التوحد ولديهم صعوبات في التعلم المشكلة التي يعاني منها أطفال التوحد هي أنهم لا يستطيعون التفاعل والتواصل مع البيئة المحيطة بهم مقارنة مع الأطفال العاديين لذلك فعندما يتطور المرض من مرحلة لأخرى يصبح إدراك هؤلاء الأطفال معدوما تماما ومحصورا في عالمهم الخاص بهم لتفادي هذا الأمر اتطورنا نموذج دنفر من أجل زيادة المهارات التكيفية والمعرفية والاجتماعية لديهم ويمثل تدريب الأطفال لاستعادة قدراتهم السلوكية والتنموية تحديا كبيرا ليس فقط لأهل الطفل المصاب بالتوحد بل لمعلمه الذي يلازمه والذي يسمى بالظل يتم تطبيق نموذج دنفر السلوكي على الأطفال حتى سن الخامسة تقريبا وهو أسلوب شامل يومي للأطفال الذين يعانون من طيف التوحد نحن نركز على مكامنا الضعف للأطفال المتعلقة بالانتباه والتفاعل إنها تجربة يومية وتنموية مليئة بالتحديات عالميا تمثل الجهود المبذولة لإيقاف تقدم مرض التوحد من خلال التدخل المبكر أحد الحلول التي يمكن أن تعدل سلوك الطفل وتغير المنح الصاعد لهذا المرض الذي يحبس الأطفال داخل أنفسهم ترجمة نانسي قنقر